السلام عليكم ورحمة الله وبركاته حياكم الله طلاب الأعزاء طلاب مدارس هبة الله طلاب الأعزاء إن شاء الله اليوم رح نستكمل مبدأنا سابقا من شرح لدروس مادة التربية الإسلامية للصف السابع الجزء الثاني الدرس الثالث درسنا اليوم طلاب الأحباء هو مخارج حروف اللسان مخارج حفتي اللسان وهذا الدرس هو تلاوة وتجويد طبعا قلنا سابقا أو أخذنا في الفصل الأول مرة معنا مواضع مخارج اللسان قلنا أربعة أقسام أقصى اللسان وسط اللسان حفتان لسان وطرف اللسان مرة معنا أقصى اللسان والذي يخرج منه أو تخرج منه حرفي حرفي القاف والكاف المخرج الثاني وسط اللسان وتخرج منه ثلاثة حروف الجيم والياء والشين والدرس اليوم إن شاء الله سنتكلم فيه عن حروف أو حرفي حافة اللسان الضاد واللاب ومن ثم في الدروس القادمة إن شاء الله سنتعرف على مخرج طرف اللسان الذي يخرج منه أحد عشر حرفاً إن شاء الله كلهم رح نتعرف عليهم هذه الحروف أو هذه الحروف من أين تخرج وكيفية نطق نطق بها بإذن الله تعالى في هذا الدرس والدرس اللاحق بإذن الله تعالى طبعاً قلنا في الفصل الأول أخذنا مخرج أقصى اللسان ووسط اللسان اليوم رح نتعرف على مخرج جديد وهو حافتي اللسان ونتعرف على هذا الجزء من خلال الرسم التالي بداية طلاب الأعزاء خلينا نلاحظ الكتاب صفحة 17 الآن أتعلم حافة اللسان ما تعرف حافة اللسان؟ قلنا وهذه المعلومات مهمة جداً أتعلم حافة اللسان المقصود بها جانبا خليني بس أخطط لكم هي جانبا اللسان وحافتاه اليمنى واليسرى ويخرج منهما حرفان ما هي الحروف التي تخرج من حافتي اللسان؟ الحرف الأول حرف الإض والحرف الثاني حرف الإل نقول حرف الإض يخرج من أقصى حافتي اللسان كما نشاهد الآن أقصى حافتي اللسان أقصى حافتي اللسان اللي هي أمامنا الآن في هذا الشكل أقصى حافتي اللسان إذن هنا هذه حواف اللسان هنا هذه حافة اللسان وهذه أيضا حافة إذن نقول حافة اللسان أقصى أي أبعد من المقدمة هنا أدنى وهنا أقصى إذن حرف الضاد أو حرف الإض يخرج من أقصى حافتي اللسان أو أحدهما مع الأدراس العليا يعني عند النطق بحرف الإض نقول إض قلنا تعلمنا سابقا أن الحرف إذا أردت أن أعرف مخرجه ألفظه ساكن مسبوق بهمزة فنقول إض أعيد خلفي إض تلاحظ أن المنطقة التي يخرج منها هذا الحرف هو أقصى حافة اللسان مع الأدراس العليا التي بمقابل حافة أقصى حافة اللسان حرف الإل أو اللام نقول من أين يخرج؟ يخرج من أدنى يخرج من أدنى خليني أحد لكم أغير اللون أدنى الحافة إذن من هنا باللون النهدي الآن يبين لنا مخرج اللام حرف اللام أو الإل من أدنى حافتي اللسان معا وما يحاذيهما من اللثة إذن لما أنطق حرف الإل تلاحظ أن حافتي اللسان الآن تلتصق باللثة فهنا يخرج حرف اللام طلاب الأحبة خلينا الآن نستخرج معا نستمع ونلاحظ مخرج حافة حروف أو حرفي حافة اللسان الضاد ولا من نستخرجهم وما في مانع أن نضع خط تحت الحروف التي تخرج من حافة اللسان خلينا نقرأ الآية الأولى قال تعالى أعوذ بالله من الشيطان الرجيم أنا بقرأ وإنتوا لاحظوا معي وضع خط تحت الحروف التي تخرج من حافتي اللسان قال تعالى أعوذ بالله من الشيطان الرجيم إنا جعلناه قرآنا عربيا لعلكم تعقلون الآن أنا طلبت منك تستخرج الحروف التي تخرج من حافتي اللسان نقول حرف اللام فيه جعلناه إنا جعلناه اللام فيه جعلناه من حروف حافة اللسان أيضا لعلكم حرف اللام الأولى والحرف الثالث لعلكم فيها لام تخرج من حافة اللسان تعقلون اللام برضو في كلمة تعقلون إذن عندي ثلاث أو أربع مخارج أو أربع مواقع ورد فيها حرف اللام في هذه الآيات الآية الكريمة ننتقل للمثال الثاني أفنضرب عنكم الذكر أفنضرب عنكم الذكر لاحظوا معي هنا الآية الكريمة الثانية أفنضرب في عندي حرف الضاد حرف الضاد وعندي حرف اللام في الذكر نشوف الآية الثالثة ولئن سألتهم من خلق السماوات والأرض أيضا هنا في الآية الثالثة يوجد الكثير من المواضع لهذه الحروف الآن ولئن لئن اللام في لئن أيضا اللام في سألتهم سألتهم من خلق اللام في خلق السماوات اللام في السماوات والأرض الضاد في الأرض نشوف الآية الرابعة قوله تعالى وإذا بشر أحدهم بما ضرب للرحمن الآن ضرب الضاد في ضرب أيضا للرحمن حرف اللام إذن هكذا نقول استخرجنا هذه الحروف أو حروف حافة لسان من هذه الآيات الكريمة يأتيكم سؤال في الامتحان قد يكون استخرج حروف حافة اللسان الآن أنا لازم أكون حافظة إيش الحروف التي تخرج أو حافظ الحروف التي تخرج من حافة اللسان ثم أستخرجها أضع تحتها خط في الآيات التي يطلب مني استخراج حروف حافة اللسان منها إذن حافة اللسان يخرج منها حرفان الضاد واللام الضاد يخرج من أقصى الحافة اللام يخرج من أدنى الحافة هيك بنكون أنهينا هذا الدرس يعطيكم العافية طلاب الأعزاء طلاب الصف السابع في مدارس هبة الله والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته